السلام عليكم ورحمة الله يارب تكونوا دايما بخير بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة اعادة ضبط المصنع من الريكوفري للهاتف سامسونج جيلاكسي E13 موديل E137F اصدار الحماية الاول اصدار الاندرويد 12 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بص على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الريكوفري وميش بنستخدمها الا في حالة عدم معرفتك لنمط او كلمة مرور الجهاز لو عارف النمط او كلمة السر بننصحك تعمل اعادة ضبط المصنع من الاعدادات وهتلاقي فيديو للطريقة في وصف الفيديو للأسف اعادة ضبط المصنع من الريكوفري هتحذف كل بياناتك الشخصية زي السور والفيديو وغيرهم وكمان بتوقف الجهاز على حساب جوجل وهتلاقي فيديو في وصف الفيديو ده لطريقة تخط حساب جوجل لنفس الجهاز في البداية بنعمل للجهاز ايقاف تشغيل بس للأسف هتتفاجأ ان الجهاز يطلب منك رسم النمط او كلمة مرور الشاشة تلوقتي نعمل ايقاف تشغيل اجبالي للجهاز اضغط على زر الباور وزر خفض الصوت لاثنين مع بعض ضغطة مطاولة مع مراعاة عدم اغلاق الشاشة او عمل سليب للجهاز اول ما الجهاز يقفل هترفع ايدك من على زر خفض الصوت وتضغط على زر رفع الصوت مع الاستمرار بالضغط على زر الباور بمجرد ظهور شعر سامسونج ارفع ايدك من على زر الباور مع الاستمرار بالضغط على زر رفع الصوت الجهاز يدخلك مباشرة على صفحة الركوفري مود الرئاسية اللي قدامنا في الفيديو ارفع ايدك من على زر رفع الصوت صفحة الركوفري تقدر تعرف منها بيانات الجهاز وتقدر من خلالها تعمل بعض العمليات اللي منها اعاتت الضبط عن طريق زر خفض الصوت انزل على اختيار ويب داتا فيكتوري رسيت اضغط على زر الباور انزل على اختيار اعادة الضبط الى الاعدادات الاصلية اضغط على زر الباور الجهاز هيعمل اعادة الضبط ويرجعنا مرة تانية لصفحة الركوفري الرئاسية اختر اول اختيار ريبوت سيستم ناو عن طريق الضغط على زر الباور الجهاز هيعمل اعادة تشغيل وفي الغالب هيفضل متوقف على شعار سامسونج لمدة خمس دقيق تقريبا بعد عادة تشغيل الجهاز اختر اللغة اضغط على بدء حدد مربع الموافقة على الكل واضغط على موافق موافق تخطي عدم النسخ التالي كبول تخطي تخطي علىية حال التالي تخطي تخطي انهاء تم عمل اعادة ضبط المصنع من داخل الركوفري للهاتف سامسونج جالكسي ا13 بنجاح يارب الفيديو يكون عجبك وكون قدر تقدم حاجة مفيدة اتمنى لك دوام الصحة والعافية تخطي ترجمة نانسي قنقر